شركة بايدانس هي شركة تكنولوجيا صينية عملاقة وهي نفس الشركة اللي طورت تطبيق تيك توك ولكنها كانت شغالة على بعض المشاريع الأخرى والتطبيقات والخدمات ومن أشهرها كاب كات أداة تحرير الفيديوهيد النهاردة هتكلم عن نموذج جديد تم تطويره من قبل شركة بايدانس وهذا النموذج هو نموذج باجل هذا النموذج بينافس من المفترض اوبن اي اي وجوجل وانثروبيكا بتحول تنفسهم في حاجات كتيرة جدا ولكنها يمكن بتركز أكتر على الصور وفهم الصور والتعامل معاها وعملية الاديتينج ولكن هذا النموذج أيضا يعتبر يعني language output بيطلع برضو نص زيه زي opening eye وجمين اي وهنختبره مع بعض النهاردة هذا النموذج هو نموذج مفتوح المصدر باجل يعتبر او نموذج مفتوح المصدر يقدر يفهم ويقدر كمان يولد صور في نفس الوقت مش بس نص مرخص بأباتشي 2.0 يقدر اي حد يستخدمه ويعدله ويوزعه بحرية وهدف الشركة من بيجل هي انها تنافس جي بي تي فور امني من open eye وجمين اي 2.0 وباي دانس زي ما احنا شايفين بتلعب دور كبير جدا في مجتمع المصادر المفتوحة واعتقد ان بيجل هو مجرد بداية لان من المتوقع ان باي دانس تطلق نسخ اقوى وادق في المستقبل يلا بينا نجرب مع بعض هذا النموذج من باي دانس وهو بيجل ونشوف استخدامه وحاليا تقدر انت تجربه من خلال الرابط اللي حطولك في الوصفة اسفل الفيديو وهو زي ما قلت لك مفتوح المصدر وايضا تقدر تروح للورقة البحثية بتاعته حط لك ايضا الرابط في الوصفة اسفل فيديو ومصدره على يلا بينا نختبر مع بعض بيجل ورجعنا لكم مرة تانية عشان نبص على بيجل من خلال الديمو اللي حطولك فيه الرابط اسفل الفيديو اولا في التعامل مع اللغة العربية ما نصحش بيه استخدام اللغة العربية او ان انت تدي له سؤال باللغة العربية وتنتظر منه رد جيد لانه هو في اللغة العربية مش جيد زائد ان انا جربت ان انا دي له يحلل مجموعة علي بابا منذ تأسسها وعطيته النص باللغة العربية زي ما انتوا شايفين اعطهولي باللغة الانجليزية وتعالا نبص بص سريع على اللي اوت الخاص بي والشكل خاص بي اولا الواجهة بتاعته الديمو بتاعه بسيط جدا وسهل وهو فيه two options فيه عندك language output وعندك image output لو انت عايز النتيجة اللي طلعه تكون language يعني تعالى كده نعمل new conversation فهنا يطلع لك كتابة تبتدي تسأله ويرد عليك لو انت عايز المخرج يكون صورة ففي الحالة دي انت بتقوله create كذا ويبتدي ديك صورة لحاجة اللي انت عايزها ممكن ترفع له صورة كمان علشان تقوله فهمني حاجة معينة في الصورة دي صورة دي ممكن تكون واخدها screenshot مثلا من على whiteboard او واخدها screenshot من كتاب او ورقة وعايز تفهم اللي مكتوب فيها ممكن يساعدك في هذه الجزئية واعتقد ان قوته مش هتكون في language output على قد ما هي هتكون في image output طبعا في امكانية ان انت تفعل think mode وتقفل think mode زي ما انت عايز الparameters لو انت ال output ratio هتطلع صورة ففي width ratio height ratio بالنسبة لي text هنا درجة الحرارة text temperature انا هسيبها على Q3 طبعا هو open source مفتوح المصدر developers بيعادوا يجربوا الparameters وبيعادوا يجربوا كل الكلام ده بvalues مختلفة علشان يقدروا يحددوا او يقفوا على ايه setting المناسب ليهم لكن لو انتوا بصيتوا كده على النتيجة نتيجة زي دي طالي باللغة الانجليزية انا طلبت منه باللغة العربية طالي باللغة الانجليزية طب هل المخرج جويس؟ يعني المخرج عادي جدا جدا وبسيط جدا 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 مش ده التحليل اللي انا كنت منتظره لو رحت على جيميلاي ولو تفتكروا النفس المثال خدته قبل كده على جيميلاي خدته قبل كده على open AI اللي هو شات جي بي تي يعني كانت النتيجة افضل من كده بكتير جدا هو بقى مش هيدي كود يعني حتة ان انت تتوقع ان هو يدي كود وكده لا هو بتعمل مع نص بتعمل مع صورة لكن لو انت حتى قلت له اكتب لي كود حيبتدي يقولك تكتب كود ازاي يعني هيقولك اعمل ايه في CSS يقعد بقى يديك حاجات تقنية كتابة يعني كأنه جايبها من references عبارة عن مرجع يعني بيقولك ازاي تكتب الكود فما تتعبش نفسك مع الموضوع ده انت بس تجربه في التكست وتعلا نجرب نموذج تاني او نجرب تسك تاني كده بالنسبة لي الكتاب عشان يبقى برضو نشوفه لان هو من المفترض زي مولت لكن هو بيتعامل مع النص وحخليه باللغة الانجليزية وحفتح الثنك مود واشوف وحفعل الثنك مود وحشوف هنا في كتابة article او كتابة assignment ممكن يكون النتيجة عاملة ازاي هنا حددت له الconclusion فيها كم كلمة حددت له الintroduction في كم كلمة حددت له الباضي في كم كلمة طبعا النتيجة كانت مائساة بصراحة يعني انا مش شايفة يعني هو ايه ده مش عارفة بصراحة يعني هو بيفكر مع نفسه ومعطنيش اي حاجة بيكلم نفسه اعمل كذا بيكلم ما عطنيش اي حاجة حتى موظره complete مفيش خالص هنا بقى بالنسبة لي عدم تفعيل الثنك مود هو ادي الintroduction ادي ما اعتقدش انه هو العدد اللي انا اعطيهوله ده هو نفس العدد اللي انا طلبته بالنسبة لي الكلمات لان الintroduction 250 كلمة ده المين باضي الحاجة صغيرة اوي اوي يعني زي ما انتم شايفين كتب او كل حاجة بس حاجة يعني صغيرة جدا ومحتاجها عشان نشوف بس الموضوع في اي هلوسة ولا الدنيا تمام يعني انا يعني ما فكرش ابدا نروح له يعني صراحة في حالة كتابة يعني تعالوا بقى نشوف الجزء التاني والافضل من ضيعش وقت في الكلام ده كتير ان احنا نروح للجزء المتعلق بالimage output والمفترض انه هو فيها مميز يلا بنا نفتحني conversation ونجرب مع بعض حبتدي افعل الimage output وحبتدي ارفع صورة علشان يبتدي يقول لي صورة دي يشرحها لي عبارة عن ايه حبتدي ارفع شارت زي ده واقول له explain this image هو analyze this image الاجابة كانت التالي بيقول ان انا لاحظت observe the bar short title وحيبتدي يقول مين اول واحد فيهم واخد اعلى score في الالو score وحيبتدي يديني الشرح الخاص بالصورة وده حاجة كويسة حنبتدي هنا نشوفه في حاجة اخرى وليكن توليد صورة دي صورة cinematic scene كده لي diver شخص بيغوص في الماء وبيلعب شاترنج تحت المية في الاوشن حنشوف دلوقتي النتيجة بالنسبة للparameters هنا 16 لتسعة خليها زي ما هي واحدووس enter النتيجة حلوة جدا انت بتقف هنا مفيش علامة download لكن تقدر تقف عليها وتعمل save image as وتعمل save للصورة بتاعتك ولكن النتيجة حلوة يعني تعالى كده نجرب نفس الامر ده مع شات جي بي تي وهنا create an image وهروح برضو اجربها مع جيميناي ونشوف ايضا النتيجة بتاعته 2.5 pro عندنا طبعا على google i studio جيميناي 2.0 flash image generation ده موديل خاص بانشاء الصور دي النتيجة ايضا الخاصة بجيميناي لان جيميناي انتاجه بيكون اسرة تفاصيل الصورة المفروض انه هو هنا يعني ايه زي ما احنا شايفين فيه زي جيلي فيش كده وهو تحت المية في الاوشن والدايفر بيلعب شاترانج تعالى نبصها على شات جي بي تي لسه شات جي بي تي بيولد الصورة ولكن نرجع مرة تانية لي bagel حبتتي تلوقتي تشوفوا الصورة full screen برغم ان الالوان حلوة والكواليتي حلوة جدا والجيلي فيش والالوان هنا معتمد على الالوان والنماذج الصينية في الغالب بيكون الالوان بتاعتها حلوة يعني فيه contrast كده في الالوان لكن لو خدنا بنا حنلاقي احساس ان الدايفر قاعد في مكان يعني المية مش المفترض ان المية تكون فيها انعكاس لان المفروض المية جوه يعني احنا لو بصينا هنا مثلا في جيميناي حنلاقي مش المفترض ان انا يباني ان انا عندي مية كده اشوف سطح المية يعني لانه هو موجود جوه المية فهنا جيميناي اعطيني نتيجة باكثر دقة في التفاصيل الصغيرة قوي بالنسبة لي شات جي بي تي حرجع لي شات جي بي تي ايضا الصورة بتاعة تشات جي بي تي جيدة وحلوة وبرضو التفصيلة بتاعة المية دي يعني انا شايفة انها كويسة جدا معدتش منه ولكن بالنسبة لأول وهلة تقول اذا الصورة تحفة وجميلة وحلوة الخاصة بي باجل لكن انا شايفة في اخطاء في الصورة ممكن نعمل اي دا تاعة الصورة ممكن نعمل اي دا تاعة الصورة ممكن نقوله بحوت ابيض كبير وحدوث انتر شايفة ان نتيجة مش حاسة ان الحوت ماشي مش طبيعي يعني شكله بارز قوي وكأنه طلع من المية تحته لان المفروض المية اصلا مالية المساحة دي كله والمكان دا كله فممكن اخذ نفس الموضوع دا ماذا شات جي بي تي حتى في انتاج الصور فرقه طبعا ممتاز مازال جميلة ممتاز الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة مهمة مش الالوان والصورة حلوة والجودة احلى لا انت لازم تبص للتفاصيل بتاعت الصورة نفسها هاروح ايضا لجيميناي واطلب منه يعدل على الصورة طبعا جيميناي 2.5 طبعا حطيت الحوت بالمنظر دا اللي احنا شايفينه الصورة حلوة وقعية جدا ايضا لو رحنا على شا جي بي تي لسه بيتم انشاء الصورة ولكن نهينا على وشك الانشاء هنشوف عملية استبدال الدايفر بالوايت وشكل الحوت هيكون عامل ازاي هل هيقعدوا على الكرسي ولا هيسيبوا بص النتيجة انا شايفة النتيجة احلى نتيجة لحد دلوقتي شا جي بي تي شا جي بي تي حوله كده كأنه شخص قاعد بيلعب شطرانج فانا شايفة النتيجة بتاعت كمان شا جي بي تي حلوة قوي وجي بي تي حلوة لان هو ما اعتبره الشخص حيقعد يلعب شطرانج ولكن هو حطه في المشهد في السين نفسه حطه بشكل مش غريب مش محسسني ان الصورة فيك يعني دلوقتي يعني تظهر قدامك الصورة اللي طلع من باجل يعني انا شايفة ان افضلهم هو شا جي بي تي بعد كده ييجي جي بي تي وفي الاخر باجل وكده نكون وصلنا نهاية فيديو النهاردة جربنا هذا النموذج الجديد من بايد دانس اتمنى اسمع رأيكم زي من تعودتوني واشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى كل عام وعادرتكم بخير ياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد وكنتوا بشوفونا اول مرة لو كنتم متابعين الاعزاء منساش لايك وشيروا كومنت وضمتوا فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته